دعنا نبدأ بموضوع لطيف جداً ويمكن هذا يحدث في كل بيت وفكرة أنه الراجل لما يعاني بيتكلم أو بيفطفط بيلبص في الحيط يعني إيه؟ يعني لما الست مثلاً تديله الأمان تقول له أقول لي مثلاً يا حبيبي أنت عملت إيه من ورايا؟ والله أنا مش هزعل أنا مش هعمل معاك مشكلة هيقول لها أنا كنت مثلاً بحب بواحدة قبل كده أنا أعجبت بواحدة زملتي في الشغل أنا سافرت مع أصحابي مثلاً من وراكي أنا مش عارف عملت إيه بس هي تاخده بقى على الهادي وبعد كده شكراً تلم شنطتها وتطلع على ماما على طول وده يمكن طبع الستات هل تعملي كده؟ أنا لا، بس أساساً ما فيش راجل بيفطفض يعني الراجل اللي بيفطفض دوت يبقى طيب ده تسامحه أنا بس الست الزكية بتعرف تخلي الراجل يفطفض لا على حسب عامل عمل لها مش هيفطفض يعني لو حاجة عبيدة ممكن يقولها بس لو عامل عمل لها مش هيفطفض يعني مش هيقول يعني لو حسس بتقنيب الضمير بقى وحبيبتي أنا إيسف حقك حالياً عملت كذا بتاع مثلاً يعني لازم تبقى حاجة بسيطة عشان يقدر يقولها بس لو حاجة عامل العملة مش هيقول يعني 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 يبقى طيب لو قال يعني زالباً ما بيقولوش جوزك عمره مع طرفلك بأي كارثة عملة لا عمره ولا أنت بتحاولت مثلاً لا بس لو حاجة قديمة أنا مالي يعني لو حاجة قديمة متخصنيش أده مالي المهمة مش فهم بسيطة بتعمل كده لا ليه بسيطة في الدنيا بتقول أنا مالي حتى لو حاجة قديمة ليه قديمة أنا مالي إنما بمعملش حاجة وهو معي ماليوش ده يبقى عندك فضول برضو اللي هو حبيبي انت حبيتنا أكتر ماشي بس ولا مش عارف حبيت مين أكتر بس لو قالها لي مش هقلب علينا مالي برضو ما حاجة عملها قبلية أنا ليه به وهو معي انش بوربي إيه؟ الميزين الميزين ماشي ماشي اتغاري أقوالك على آخر الحالة يعني خلينا نشوف هبة هبة المكسوفة مكسوفة من ايه هبة؟ لا مش مكسوفة خالص حياة حلوة جميلة يوم بيش أي حاجة طب قوليني انت متجاوزة؟ اه جوزك بيفتفضلك؟ اه بيفتفضلي اه عادي يعني لما بيحب ايه بسألش ايه آخر فتفضة فتفضة هولك؟ لا حاجات كلها للشغل لا دي مش فتفضة ما عارف مين كلم مين خرج مع مين؟ بعت ميزين مين؟ لا لا ما فيش كده وانا ما بسألش انتوا ليه مكبرين دماغكم؟ لا اوه لا لا طب انت قولي انت ما جوزتيش لسه لا انا مش متجاوزة طب انت هل انت مثلا مش هتعاضي لما تتجوزي او تحبي واحد يا سيتي مش هتعاضي بتعمل ايه؟ عملت ايه؟ يعني في الموقف ده هعمل ايه؟ مشان ما كدبش عليك يعني ممكن اقولك مش هعمل واعمل يعني والعكس بكرة الفطفة ده لو هو فطفة لابا انت لازم تحترمي استقر بالضبط يعني 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 لدي الراجل يفطفض وبعد انت قومي هزا ايه؟ مثلا وانا انت عملته ده ولا يقولك حياتي انت كنت هادية دلوقتي تستدريجيني اوكي؟ بس ما هي عشان خاطر لستات عاطفية ممكن هي يعني تبقى مدخلة ان هي هتسمع وهتبقى لذيذة واما تسمع تتزيله يعني الستات مش سهل يسيطروا لان هم عاطفتهم هي اللي بتحركهم هيا مش متقبل ايها ممكن متعرفش تسكت لا ما هي برضو ما ينفاش تبقى ساسجال درجة انها مش متوقعة ان فيه مصيبة بس كده دي النقطة بقى دي النقطة او ده المحوى اللي احنا هلمش عليه ما ينفاش ست ما تتوقش ان جوزها عمل مصيبة او عمل مصيبة او هيعمل مصيبة يا عشان عشان لما يقولك المصيبة متتصدميش او لطلعة تقل من كده يبقى الحمد لله بس جيت فاهمة طب ايه سقف المصيبة توقفة ايه اعلى حاجة بقى الخيارة عارب واحدة تانية عليكي ينهريك بيحب واحدة تانية عليكي معجب واحدة تانية عليكي مثلا تعملي ايه لو جيب جد اقلك دلوتي انا في واحدة انا معجب بيها بصبا عني وعايز تسامحين او ايه الهدف عايز يوصل ايه عشان يسيبك لا عشان ضميرهم اقنبه لا ضميرهم اقنبه جدا مش شرط يكون عشان يسيبك ممكن يكون هو ادرك انه عمل غلطة وقرر انه هو بيعترف انا قلت عليك لايف كوتش من الاول انت كده لايف كوتش يعني نبوس البرائت سايد هو ايه اعترف يعني طبعا مستيك تفرق وانا فاهمة وكل حاجة لها وضعها بس واتف انه هو ادرك انه عمل حاجة مش مصبوطة وجاي بيعترف وبيعتذر هيكون رد فعل ايه طويل انا بشوف يعترف دي صعبة شوية لان هو اساس ان انت ربنا سطرك انت جاي تفضح نفسك تاني وضميرهم اقنبه زي ما يكون الواحد عامل حاجة غير خلاص ضميرهم اقنبه منه ربنا بقى ايه يستغفر ربنا يتوب بتاعه يستغفر بس هو خايف تعرفي بقى بس مش يجي قلنا اتعاضي الدوري وراه لو خسيته او شكيته هتدوري وهتعرفتها والست ملهاش ملكة ولا ليها مسكة ولا ليها اي حاجة يعني الست مفيش حاجة ممكن تقف عندها الست لو عايزة تعرف خيانة جوزها وتقفشها هتقفشها وهتكتشفها لا وبعدين هتحستي اصلا ان في حاجة متغيرة منها انت يا قلق بتجيبي الخلاصة يعني انت عارف انت عملت ايه لو تديني البوينت اللي الواحد يكمل فيها طح الست كمان عندها الحسة السادسة طبعا دي طبعا طب انت لما حستي نجوزك بيخونك عملت ايه لأ لسه محستي اما حسة هقول لي انت بجوزة بقليك كم سنة 18 18 ومحستيش اكيد خمها اكيد خمها في 18 مش عارف ايه اكيدا خلينا متفقين على حاجة انا دايما لما الراجل بيبص الواحدة تانية او مثلا ممكن ينجذب الواحدة انا بشوفهاش خيانة انا بشوف ان الراجل زي ما دايما بقول سيكولوجيته مختلفة عن الست هو ممكن غصبا عنه في حاجات بتدخل بالزبط كده غصبا عنه يحبوا واحدة يندمج مع واحدة واحدة تقول له انت أمور بتاع فهي يروح معيها انا دايما بشوف الراجل بيعمل كده بقول كده دايما كل أسبوع دايما الكلام دايما يمكن عندي مكرر لا يعني تعجبوا واحدة غير يحبوا واحدة يعني يحبوا واحدة دي جيتسئيلة يعني خلينا نقول طب هقولك حاجة خلينا نقولها انجذاب وقتي لا يدوم انجذاب وقتي لا يدوم وده دايما بيحصل مع رجالة صح كده؟ في الحالة دي تعملي ايه؟ او اكيد حصل له يعني اكيد اكيد 18 سنة لا لا 18 سنة بيكون لا اعادي اكيد ما اعرفش يعني مش هامل حاجة مش حاسة اني عامل حاجة هتستسلمي او عادي يعني حاسة ان ده طبيعي حطنش بما انه لا يدوم يعني ده وجهة مالواضح يا حطنش عنجذاب وقتي كده وخصائي خلاص فمش ومش مش فري ومش مش هقفش عليك يعني بس مش هارك دام انا ممكن ما اعرفش للاشتراك زوروا موقعنا الفاتي في دوت كوم او اتصل على الارقام التالية الفا قنوات الاسرة العربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة